السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا شباب كلنا عارفين تأثير السموم الفطرية على الفراخ خصوصا الفراخ البيضة سؤالنا هنا يا شباب لو ترك عندك علف فترة طويلة فاضل منك كمية كبيرة مثلا من الدورة السابقة او مثلا اشتريت كمية كبيرة عن اللازم وبيعت الفراخ بدري شوية عن اللازم المهم لو ترك عندك كمية كبيرة من العلف وطبعا من الخطر ان حضرتك تأكلهم للدورة الجاية ايه الحل لما يكون عندك علف متخزن فترة طويلة تركينه للدورة الجاية ولا تبيعه بخصارة بكل شجاعة يا شباب لازم تبيع العلف حتى لو هتخسر فيه تلتمائة ربعمية جنيف الطن يا اخي اللي هو حتى هتخسر فيه خمسمائة جنيف الطن لازم تبيعه وكمان لازم يكون عندك ضمير وانت بتبيعه يعني ماينفعش حد يكون بيراب فراخ بيض وهو مش فاهم خطورة العلف وانت بتستطفل مية لعكرة وبتبع له واخد بالك هو مزنق في علف مثلا وانت بتبع له بسعر السوق او ارخص من السوق او حتى لو انت صادق معاه ودي تهم له ارخص من السوق خمسمائة جنيه برضو لازم ان انت تمنعه ان هو يستخدم العلف ده ليه؟ لان الفراخ البيضة حساسة للسموم الفطري ممكن نبيعه قاد دكتور بيقول هنبيعه حتى لو هنخسر فيه خمسمائة جنيف الطن لكن برضو تبيعه لفراخ بلدي لان الفراخ البلدي اقل حساسية من السموم احنا قلنا قبل كده في حلقة السموم الفطرية ان في مزارع او في ظروف معينة او في سلالات معينة بتكون حساسة للسموم الكاتكوت الصغير حساس اكتر من الكاتكوت الكبير الفراخ البيضة حساسة اكتر من الفراخ البلدي فيه اسباب تانية كتير اللي حابب يسمعها يشوفها في الحلقة بتاعة السموم الفطرية مش ده موضوعنا دلوقت لكن موضوعنا الاهم والاخطر اوعد بيع العلف ده لمزارع فراخ بيضة حتى لو هتطمع صاحب المزرعة وتخصم خمسمائة جنيف الطن هو ممكن يكون طمع في الفلوس لكن هو جاهل ما يعرفش الخطورة اللي انت هتودي فيها اللي انت هتدخله فيها اهم حاجة انك تحط ربنا قدام عينيك علشان النقطة دي خطر جدا ويا ما ناس المربيين وقعوا في الفخ ده حد يطمعهم بسعر حد يعد عليهم عربية غريبة تعد عليهم بعلف اصلا تركبته غير سليمة او علف مخشوش ونبدأ ان احنا ندخل بقى في مشاكل كبيرة جدا يعني المربي كان حابب يوفر 200-300 جنيه في الطن يكتشف ان هو غرق في 20-30 ألف جنيه خسار فخلاصة الكلام يا شباب العلف اللي زي ده لازم يتباع وكمان انت يكون عندك ضمير ويتبيعه لمزارع الفراخ البلدي علشان ما تقزيش غيرك وبكده يا شباب نكون جاوبنا على سؤال حلقة النهاردة يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم الدكتور سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة